اشتركوا في القناة اتبعها بس لو في نقطة خدتني فيها الجلالة وابتديت اسهب فبسهب راحتي وبناء على الحلقات ممكن تبقى طويلة وغالبا بل وبالتأكيد هتبقى مليانة حرق في المسلسلات اللي هتكلم عنها بتكلمش عن كل مسلسلات رمضان بتكلم بس عن المسلسلات اللي تابعتها واللي عندي فيها رأي احب اشاركو فاسلم طريقة للمتابعة لو حد ما تفرجش اول ما تلاقيني قلت اسم مسلسل انت عاوز تتابعوه حضراتكم عاوزين تتابعوه تروح قافل على طول او تعم اللايك وبعدين تقفل اللايك مهم يا جماعة والنبي دي العملة اللي احنا شخصيا كصناعة محتوى بنمشي بيها يعني والاشتراك والشار يعني ايه لايك سبسكرايب شار ويجري على طول احنا كده نبقى زي الفل وفي التمام الحلقة الاولى اتكلمنا فيها عن تسع مسلسلات مرة واحدة وكان وده كان رقم كبير اتصور يعني ما هواش رقم قليل المرة دي هنتكلم عن اربع مسلسلات بس اولا لان في الحلقة اللي فاتت انا اديت مقدمة واضحة على ان فيه تلات مسلسلات انا هتوقف عن مشاهدتهم لاسباب مختلفة مسلسل الواد سيد الشحات انا شايف ان الكوميديا بتاعتهم مش مناسبة لسني بمنطقة البساطة كوميديا معمولة للفاقة العمرية الاصغر شوية نفس الموضوع بالنسبة لمسلسل بدل الحدوطة تلاتة ومسلسل حكايتي انا ما قدرتش اكمله خالص واليعني مراتي بتتبعه فبتفرج عليه كده وهي قعبة يعني مشغلها وبتاع انا ما عرفش بصرف انا حاولت ارمي ودن النهاردة وبص شوية كده قلت يمكن يجزبني يمكن الحلقة القلنية كان فيها ش وتخبط وبتاع فيرجع رجعني تاني وكلام زينا انا شفت حلقة فيها آآ ياسمين صبري عملات اتحك دي حكا غريبة جدا انو كانت معاها من اول حلقة بس انا كنت فاكرها صدفة طلعت ممنهجة بتعمل هاها كده غريبة قوي يعني واحمد صلاح حسني عمل يضرب في ناس ويتف عليهم فيعني انا من الهيئة بتاعت ياسمين صبري والتفافة بتاعت احمد صلاح حسني قررت لا 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 مش حرجع تاني مش حرجع تاني ابدا لما يحصل له يعني اتضم لهم للافس للافس انضم لهم للاس مسلسل لاخر نفس يا لهوة الحروف لما بتركب على بعضيها من بطولة ياسمين عبدالعزيز لانا تابعته اصلا منجزبا لكلام الاعلام وكلام الصحافة وكلام الكلام ده ظنن مني ان ان طالما فيه اجماع كبير على ان المسلسل على هذه الدرجة من التميز يبقى اكيد حلوة حتى لما شفت منه اول حلقتين ولقيت ان الموضوع في تخبط وحاولت ان انا اميل اكتر لحتة ان قصته شكلها حلوة رغم التخبط الكتير العمل يحصل في الاحداث ده وبتاع اه 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 يعني اقولت ماشي نزو يعني انا اتفرج شوية بتاع لكن على الحلقة التالتة الموضوع بقى صعب جدا وانا مش عارف انا مش عارف بما ان المسلسل ده في ايه مميز اوي في ايه حلوة اوي ممكن يجزب الناس للمشاهدة الابعد من كده وقد اكون مخطئا ولكن بالنسبة لي انا شخصيا مش هكمل مشاهدته مسلسل الكاتب انا ما قررتش ان انا اتوقف عن مشاهدته ولكن للأسف انا في الكام يوم اللي فاته ملحقتش تشوف منه اي حلقة اضافية انا لسه عند الحلقة الاولى ف اللي شفتوها من لحد دلوقتي وشوية من الحلقة التانية فده مش قرار هو مش موجود معنا في المناقشة المرادي ولكن ده مش قرار باستبعاده ولا وعد بعودته ده حسب ظروف الدنيا كده في الايام اللي جاية هحاول اتفرج عليه لكن لو الحلقات سرحت مني والوقت سرقني احتمال ما نرجعلوش وكمان مش تأكيد على ان خارج الاربع مسلسلات اللي هنتكلم عليهم دول مفيش مسلسلات اخرى هنتكلم عنها الكرة وقفت فبقناعا عليه بقى عندنا شوية وقت كمان فلو لقيت حاجة بنجبل كده ممكن اضرب الحلقات اللي فاتت منها مرة واحدة وابتدي اتباحة هعمل كده ولكن لحد علمي لغاية دلوقتي التطبيق اللي عليه كل المسلسلات لسه ما اشتغلش على اخر حاجة اعرفها يعني وبقيت المسلسلات مش متاحة فمش عارف يعني اكتشفت ان فيه مسلسل كوميدي بتاع امي سامير غانم اسمه سوبر ميرو متاحة ليوتيوب فغالي ما ارحبص عليك هتفرج على كم حلقة منه كده وبقول لكم رأي خلونا ناخد المسلسلات بقى اللي انا تبعتها وتفرجت عليها بعد كل المقدمة دي مش مقدمة اولي مقدمة فيها شوية محتوى عشان الناس بتقول لي مقدماتك طويلة او بتاع اول مسلسل عاوز اتكلم عنه هو مسلسل قبيل مبدئيا بشكل عام المسلسلات كلها لسه فيها عناصر جذب كبيرة جدا لسه عندها بعض العيوب المعتادة في المسلسلات الرمضانية خصوصا مع وصولنا للحلقة الثالثة والربع والخمسة والستة والحاجات دي اللي هي غالبا هتلاقوا الرتم الاحداث سقط شوية حتى لو كان اقاع المشاهد سريع ولكن اللي بيحصل حيبتدي يقل له يتراجع وده شيء معتاد ودايما بقول عليه معتاد الناس بتفتكرني شايف انه شيء كويس انا عمري في حياتي ما قلت عليه شيء كويس انا قلت عشان تملى مسلسل تلاتين حلقة باي قصة في الدنيا لازم ده هيحصل يعني فان احنا نقعد نعايب عليه على طول على طول على طول مفيش منه فايدة في تقييم حضراتكم كده سقطوا تلات درجات على الموضوع ده مرة واحدة كده يبقى سقف اي مسلسل في الدنيا سبعة او تمانية لما يكون يعني قصر الدنيا يعني وبتاع ونتعايش بقى عشان يبقاش كل كله مكرر فكل المسلسلات بالفعل بدأ يحصل فيها ده وفي بعض المسلسلات التالت تكتسب بعض الصفات السلبية اللي ما كانتش عندها في الكم حلقة الاولانيين اللي انا كنت اتفرقت عليهم زي ما اتفقنا عاوزين نبتدي مع قبيل قبيل احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الحلقة الخمسة كنا شفنا لغاية الحلقة الخمسة فانا شفت الحلقة الستة والسبعة والتامنة زي ما اتفقنا قبيل هو مسلسلات رمضان لانه شارخ مع نفسه وصل للحلقة التامنة وكل المسلسلات الاخرى وصل للح تقدير. علشان بس نكون واضحين احنا النهاردة يوم الحد. آآ فبناء عليه حضراتكم ممكن تكونوا شفتوا حلقة اكتر من اللي انا شفتهم وانا بتكلم عن الحلقة دي وانا لسه عشوفها بالليل. فحتى الان قبيل انا شفت لغاية الحلقة التمنى. قبيل من المسلسلات اللي تتعامل كويس جدا مع نطاق الاحداث اللي موجود فيه وبتريث وفي نفس الوقت ما بيسمحش للتريث ده يوصل لدرجة التبطيء اللي يزهقك. لسه فيه احداث بتحصل. لسه ايقاع المشاهد سريع زي ما قلت. المسلسل بيتجنب تماما ان الناس تقول عليه ان ايقاعوا هبط او سقط. خالق دراما كويسة. على مستوى الشخصيات ما بينها وما بين بعضها. بعضها واضح الغرض منها او كسبان اهتمام المتابع من البداية. وبعضها مش مدايقنا. يعني علاقة بطلنا مع صديقته القديمة اللي كانت بتطلق والموال بتاعها ده. حتى الان مش باين اضافته على الاحداث عاملة ازاي? لغاية الحلقة التامنة. ما كانش باين. بس في دراما وفي حاجات بتحصل. علاقته مع الزابط المساعد بتاعه اللي بيقوم بدوره وعلي الطيب. انا بتكلم على بطلنا اللي هو محمد ممضوح. دي حلوة واحنا فاهمين ان التعقدات اللي فيها عملت بني لان دلوقتي بقى فيه فكرة شك من من علي الطيب للشخصية بتاعت محمد ممضوح وعدم اطمئنانه وفي نفس الوقت رغبة في المساعدة او انه صعبان عليه او انه بيحبه او كلام زي ده. وده كويس وده اللي جاذب اهتمامنا للمتابعة. فقادي التوازن ما بين الحاجتين اللي بيحصلوا. آآ القضية بتاعيتنا فيها تطورات وتطورات حقيقي صعب نحنا نتوقعها لغاية الحلقة التامنة كتير قوي وانا بتفرج على المسلسلات بقول لي على فكرة حياطلع مقلب. على فكرة حتطلع اشتغالها. على فكرة معرفش مين. مسلسل قبيل نسبة الدقة بتاعتي فيه تتعدى خمسين في المية. في خمسين في المية بيفجئني فيها. وده شيء كويس جدا. آآ حاسب بس على المسلسل نقطتين تلاتة واحدة منهم دعائية واحدة منهم ليها علاقة قوي بمستقبل الاحداث بالاضافة للمشكلة بتاعت ان كمان مرة مش كل الكلام واضح بتاع محمد منضوح زي ما قلته هو احسن كتير في ولد الغلابة عن قبيل. النقطة اللي ليها علاقة بالمسائل الدعائية ان لحد دلوقتي امينة خليل محمد فرج عمليا ما نزلوش الملعب. لغاية الحلقة التمنى امينة خليل يا دوب موجودة يا دوب موجودة يعني محمد فرج شهب بعض الظهور الكثيف شوية في حلقة او اتنين دلوقتي يتراجعوا جدا وانا ما عرفش على مستوى مستقبل الاحداث حيرجعوا ازاي? يعني الامتبع المسلسل الاتنين بيقوموا بدور جثتين يا جماعة وبيطلعوا البطلنا في شكل اشباح او تهيئات او حاجة من هذا القبيل وبيتكلموا معاه شوية الكلام العقل اللي هو المفروض يكون بيفكروا ما بينه ما بين نفسه. ده شيء كويس جدا. بس التلاتة كانوا موجودين على البوستر على انها بطولة مشتركة. فانا كده حاسس ان انا اتغفلت بصراحة. يعني انا تمت مزولتي. لو هو ده الموضوع يعني في بعض البوسترات امينة خليل هي اللي واقفة قدام ومحمد ممضوح ومحمد فرج ووقفين وراها. انا ما شفتش حتى الان ان امينة خليل يا دوب بتشارك في المسلسل. مش حتى بتقوم ببطولة مشتركة او ضيفة شرف ايا يا دوب بتشارك يعني. فاتمنى انهم ينزلوا الملعب شوية. النقطة اللي هدعوة مستقبل الاحداث ان كل التطورات اللي عملة تحصل في الحوادث بتاعتنا ما فيش خط بيربطهم ببعض على سبيل انهم بيبنوا في القوام الرئيسي بتاع شخصية او حدث او خط او خط رئيسي في الاحداث بتاعتنا. اللي اقصدوا بحاجة زي كده ايه? انت بتروح بتحقق في قضية. بيجي لك تحديث معين. بتروح بتشوفه. يا اما بيطلع الصحيح يا اما بيطلع غير صحيح. لو طلع غير صحيح حتى الان انا مش لامن في ايدي طب ده ضف لنا ايه? لو طلع الصحيح بياخدنا للمرحلة اللي بعدها. فده الكويس ان الاحداث بتتويلة الدنيا بتتحرك. ولكن الاوقات اللي حصل فيها تغفيلة دراميا ما ينفعش تبقى مجرد تغفيلة. في في الاغلب لازم تكون ضفت لنا حاجة. يا ضافت حاجة لبروفايل شخصيتنا يا ضافت حاجة او بعد جديد للجريمة اللي احنا عملين نتتبعها والمجرم المتسلسل المفروض اللي احنا بنحاول نجري وراه وما ايه ده كان حيطلع اصلا مجرم ولا مش مجرم والكلام ده كله. المثال اللي بيخطر على بالي في الموضوع ده مسلسل كانت عارض سنة الفين معرفش حضراتكم تعرفوه ولا لأ كان اسمه اوان الورد من بطولة يسرى والشامعة بالحميد من تأليف آآ وحيد حامد ومن اخراج سمير سيف. كان مسلسل حلو جدا 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 وبيدور في الاساس على جريمة اختطاف وبعدين مساعي الضابط اللي هو القب في نفس الوقت على انه يفك الوغزها وكل حلقة وكل كم حلقة كنا بناخد خط معينة بعدين الخط ده ما كانش بيحل القضية ولكن كان دايما 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 بيضيف لبروفايل الشخصية وبشكل واضح مش بشكل محسسك انك محتاج تأجل فدي انا مش بقول عليها عيب لسه انا بس بحط تحتها خط كده علامة كده لازم في المستقبل الحاجات اللي تمت اشتتنا من خلالها دي تتبني فوق بعض وتعمل حاجة مرئية ومحسوسة بالنسبة للمشاهد غير كده انا ما عنديش تحفظات والمسلسل مشجعني جدا اني اتفرج عليه وما بضغطش على نفسي عشان اتابعه ودي الحقيقة نفس الحالة في بقية المسلسلات كلها اللي انا هتكلم عليها دلوقتي وننتقل من قبيل لمسلسل كنا عايزين نتكلم عن ايه بعد كده عايزين اتكلم على ولد الغلابة لان ولد الغلابة ما بين الرباعي بتاعنا قد يكون المسلسل الاكثر تخبطا ولد الغلابة انا شفت منه تلات حلقات من ساعة اخر مرة ما اتكلمنا شفت الحلقة الرابعة والخمسة والستسة ولد الغلابة انا لما اتكلمت عن قد ايه هو فاجئني كان الكلام ده متعلق اوي بقد ايه سقف توقعاتي من البداية خالص ما كانش مرتفع واكتر حاجة عجبتني فيه هي الدراما العائلية او تشكيلة العلاقات العائلية اللي موجودة عند بطلنا الاستاذ عيسى سواء باخواته او بامه او بقريبه او بخطيب اخته او بالناس اللي موجودين عنده في البلد او الكلام ده كله انا شايف انها تشكيلة اجتماعية رائعة جدا ودي لنا بسعى دايما اني اتفرج عليها لانها بتخلق تعائدات متحسش ان هي اتبنت بالعافية او اقحمت بالعافية هو فعلا فيه اه نقص مادي فيه معاناة اقتصادية في العيلة دي فيه معاناة صحية في العيلة دي فيه شخصيات ما ينفعش نقول عليها شريرة اللي هم اخواته ولكن عندهم بعض العيوب اللي بتنغز حياة عيسى جدا ويكمنه راجل طيب وبيحب اخواته وبيعمل بواسية ابوه كلام ده كله الحياة المستمرة وفيه الخط الاخر اللي ليه دعوة بانه بيلجأ لضاحي الكيال علشان يستلف منه فلوس وده دفع وبعد كده ان هو يشارك في جرائم ضاحي نفسها او يبقى اداف ايده مما يتضمنه ذلك من مهانة وهوان ومعاناة كبيرة على المستوى النفسي وعلى المستوى المعناوي وعلى مستوى قرامته بيتحملها عيسى والكلام ده كله والغاية هنا انا كويس يعني انا واحنا ماشيين لغاية العيلة باللي فيها باللي بيحصل فيها باحتياجاتها بالازمات اللي بتقابلها حلو نطلع خطوة البرة نلاقي دراميا الدنيا ابتدت ترتجف شوية ولكن دي المنطقة اللي بنروح نقابل فيها محمد منضوح بصوته الواضح وبأداءه الرائع رائع رائع الرجل بيدغدغ يا جماعة فتقبلناها عشان كده وخصوصا انها كمان بتصب في النواحي او المشاهد بتاعة العلاقة العائلية لو خرجنا من بره يعني لو انتخالنا هي دايرة كده من ثلاث مستويات النواة بتاعتنا رائعة الدرجة اللي بعدها عشان فيها محمد ممضوح فبقت كويسة جدا معناش اي مشاكل الدرجة اللي بعدها هي الدرجة بتاعة مية عمر وهدي الجيار وعلاقتهم الزوجية والخط الربط اللي مباشر ما بين الاحداث هو ان ضاحي بيشتغل مع جوزها دا والخط الاخر هي انها عملت قفزة كبيرة وقابلت بطلنا في صدفة والصدفة دي برضو نقطة مهمة مأخوضة على المسلسل حتى الان ومش مكتفيين احنا داخل المسلسل بانهم يلعبوا الدور دا وبس بان ظهورهم يبقى شرفي يبقى كل شوية كده بس عشان يدونا شيء جديد نتحرك به احنا مصممين ان احنا نقضي وقت طويل هي بتحتقر جوزها وجوزها بيحاول ان هو يطيب خطرها فتروح مقابلة التطيب الخاطر دا باحتقار اكتر يروح سفحها المين تروح معيطة تروح صعبانة عليها تروح معرفش مين ما لا يقل عن سبعة او تمن مرات فعدد محدود جدا من الحلقات وموضوع مكرر جدا وما بيضيفش جديد ابتدى يتحرك شوية لانه ابتدى يشك فيها وما عرفش ايه وحاجات زي كده بس خصصنا له عدد من المشاهد يا جماعة لو كنا خصصنا لعيسى واخوه حمزة وهم بيشلفوا البعض انا زي الفل لو ان خصصوا لمحمد ممدوح واحمد السقق وهم بيتنفسوا مع بعض تمثيليا وعملوا مشهد رائع جدا اللي انتهب بان ضاحي محمد ممدوح رامكو ببيت المية لما كان بيعرف عيسى ما اقامه لانه ابتدى ينسى هو بتحول لايه بالزبط بتكسيد احمد السقق كمان للمشاهد ده بالكلام ده كله اعمي الديني من ده كتير لانه في متعة انا بستمتع حتى لو كن عندي ما اخذ عليه دراميا زي ما قلت انا الدايرة الاوسع شوية بعد محمد ممدوح داية فيها شوية ما اخذ ما هياش عظيمة مية في المية ولكن عشان فيها محمد ممدوح والحاجات اللي بتطلع منه فانا زي الفل انا قابلها واعيش معها لكن لما بطلع للدايرة اللي بعدها بلاقي مية عمر وبلاقي هادي الجايار زي ما يكون زهقان من الدور اللي هو بيعملوه وهادي الجايار ممثل عظيم رائع يعني فده اللي عندي على المسلسل حاجات كتير اتحركت في الدواير دي كلها بالصدفة لقاء مية عمر اصلا بحمد السقف اول حلقة كان صدفة الناس اللي بتسمع بعض والموضوع بيتطور من خلال السمع ده حصل مرتين بالصدفة سواء مرة من ضرتها او مرة هي شخصيا بتسمع جوزها وضاحي وهم بيتكلموا الكلام ده كل فالحاجات دي منغصة شوية يعني مش مريحة قوي اللي مريحني اكتر في المشاهدة بالنسبة للمسلسل ولد الغلابة هو ان شخصياتنا الرئيسية عيسى احمد السقف قدامه طريق طويل قوي يمشي من غير افتكاسات عارفين لما بنيجي نتفرج على المسلسلات اللي قبل كده اللي هو بطلنا ابعاده كلها واضحة جدا وبيبدأ من النقطة اللي احنا متوقعين ويبدأ منها زي رمضان اللي فات كده اللي هو عمر يوسف او احمد عز او الناس دي كلها كلهم ابتدوا من النقطة اللي انت عارف ان هما يجب ان يستقروا فيها اي نقطة شرفية نقطة كويسة نقطة ما عرفش مين والرحلة الطويلة اللي هو حيمشيها دي كلها غالبا هتبقى مفتكسة بان احنا نحط له معاناة وعرقيل وكلام زي ده علشان نشوفه بيتحرك من مصر الاوكرانيا اللي احمد عز بيحب اوكرانيا اوي جمع لا معرفش مين ومن القاهرة لا اسوان للسجن الحاجات زي كده بتاعه معرفش مين لكن بطلنا في ولد الغلابة بيبتدي من منطقة غير معتادة لبطل عمل راجل ما بيحصلوش اي حاجة حتى الان غير انه بيتهان وبيتدحك عليه ده اللي بيحصلو بيتهان وبيتدحك عليه بس فانا عارف كويس اوي انه ضروري حاجة التحول وعارف ان التحول ده بعيد اوي وطويل اوي ومنطقي جدا لان بطلنا احمد السقه مش هنهزر يعني فبناء علي انا بتابع وانا مش زهقان ما ابتدتش اللي هو انزام هنروح فين بعد كده يعني مش هنسافر بقى ونقعد نتفسح وكلام زي ده لأ احنا بننتقل من فصل الاخر ومن نقطة لاخرى بطريقة كويس مشكلتي بس انحنا بنعتمد على الصدف اكتر من اللازم وبنقضي في الخط بتاع الست فرح تقريبا اسمها لو انا فكر صح وجوزها وقت اطول من اللازم بكتير وبتدت بتطلع فيه مشاهد كوميديا يا جماعة المشهد الرابع اللي كان فيه المواجهة العظيمة كان اكتر فيه تلات مواجهات لو انا فكر صح التلاتة كانوا من اروع ما يمكن سواء مواجهة احمد السقه مع محمد ممضوح او بعد كده صفية اخته مع محمد ممضوح لما اكتشفنا ما نخلل اللقطة دي ان وراهم تاريخ وده شيء رائع جدا ان شخصياتنا يبقى وراها تاريخ نكتشفه واحنا بنتفرج يا خبر ابيض على العظمة يا خبر ابيض على روعة شيء هايل جدا وبعد كده ما بين صفية وامر اختها لما كان بتواجهها بانها تعرف ضحي والكلام ده كله دول تلات مشاهد انا خلاني والله كنت على وشك ان انا طلع على تويتر واقول اعظم حلقة درامية في الدرامة الرمضانية اللي ممكن اكون شفتها على اخر في اخر عشر سنين بدون اي مبلغات في الدنيا يعني وبعدين يطلع المشهد بتاع جوزها وهو بياكل وبعدين تقول انا حطط لك سم في الشربة فيمسك بطنه زي نيمار وينزل على الارض وبعدين الحكم يرفع له كارت اصفر فيقوم يفوت تاني ويبقى حلو ويدرق ويسفحها الالامين تاني وينزروا لبعضه نفس نظرات التحدي يا جماعة ما ينفعش بقى بتفرج على حلقة توضاهي المستوى الدرامي بتاع اعظم حلقات ليلة الحلمية او اعظم حلقات زيزينيا او حاجات زي كده وفجأة اروح طموجيري يعني فاني مش عارف او طبعا يعني من المتأخر جدا ان انا اقبدي نصايح في الموضوع ده بس خسارة خسارة المسلسل ده زي ما بقول النواة بتاعته والدائرة اللي فوقيها على طول فيها حاجات كتير قوي كانت ممكن تخليني بتفرج وانا مرتاح ومبسوط اكتر من كده فاضل بعد كده مسلسلين المسلسل اللي هتكلم عنه الاول هو زودياك لان اه عايز اجل زي الشمس عايز عايزه يبقى اخر واحد اتكلم عنه زودياك لغاية دلوقتي الحلقات المتاحة منه اعتقد متاح لغاية الحلقة السادسة بس انا شفت غاية الحلقة الرابعة بس انا شفت كنت شفت الاولى والتانية وشفت التالتة والربعة في الحلقة الاولى والتانية انا كان عندي تحفظ على طريقة التنفيذ بتاعت المشاهد اللي مليانة كاميرا مهتزة وكاميرا محمولة وكانت جايبالي توتر وانا بتفرج والكلام ده كله آآ بالاضافة لان انا ما كنتش حسس بترابط او اتصال مباشر مع شخصياتنا الرئيسية اللي هي شلة الاصدقاء بالتحديد لان هما دول شخصياتنا الرئيسية وشخصية يومنا اللي كانت في الحلقة الاولى والتانية اللي هي اسمها ابو اليزيد كانت بتظهر ظهور عابر شوية دلوقتي بقى ظهورها مترسخ اكتر شوية وبما ان احداثنا كانت بتدور على تلات محاور محور الاصدقاء محور يومنا ده كان قائم بذاته وبعدين محور المتامرين او الاشرار اللي بيعملوا حاجة سوبر ناتشرل ليها دعوة بالابراج والتضحية والجثث الفراعونية والطقوس المريبة والحاجات دي كلها دول كانوا تلات خطوط كل واحد فيهم بيتحرك بشكل منفصل على الحلقة الرابعة ابتدينا نربط التلات خطوط ببعض وبطريقة سهلة وسالسة شوية حتى مشكلة الشخصيات اللي انا ما كنتش عارفة اتربط معها ابتديت اتربط معها كويس وبتديت تتأكد ما بيني وما بين نفسي ان الاداء التمثيلي على مستوى الادوار الرئيسية في المسلسل كله حلو جدا وين كانت الادوار المسامدة يا شبه بعض الغرابة يعني في الحلقة مشاكل الحلقة التالتة او الرابعة تالي التالتة ا參ه كان فيه تحقيق ما بين وكيل نيابة وما بين اكرم الصحفي اللي هما ما عملوا معهم التحقيق عملوا معا التحقيق اللي وقعهم في المشاكل والكلام ده كله محستش بان الكنين لائقين في الادوار حاجة كده عاملة زي ما تكون بتعمل مسرحية في جامعة واتنين من الطلاب اللي في الجامعة دول عاملين دور الجد والجدة اللي هون زم يعني لبسوهم هدوم وحطوهم حاجات آآ آآ تكبر السن وبتاعوا عادين بيتكلموا في ادوار ما تحسش انها متفصلها عليهم زي ما يكون في المسلسل ده على مستوى الادوار الرئيسية اتعامل بعناية كبيرة جدا وبقية الادوار ما كان ش فيها نفس مستوى العناية ومع ذلك فيه برضو ادوار مسندة في المسلسل حقيقي عجبتني فيه بنت المفروض ان هي كانت زميلة يومنا في المشغل اللي هي كانت بتشتغل فيه اسمها ايمان البنت ممثلة هيلة جدا حقيقة رائعة قدرها عابر ما عادتش كتير معرفش هتستمر معانا بعد كده ولا لأ بس عملت اداء كويس جدا تربيط الخطوط ببعض كويس اللي هو اللير الخارق للطبيعة يفتقد للتوتر برضو رغم انه في بعض الجرأة في المشاهد اللي بتتقدم من خلاله ولكن وانا بتفرج انا مرتاح اكتر من اللازم انا ابتديت اشعر ببعض التوتر في قبيل ابتديت المفاجأة اشعر ببعض التوتر في ولد الغلابة لما حسيت ان ضاحي مستوى الغدر بتاعه ممكن يوصل لدرجة افجر من اللي انت ممكن تستناها وده توتر درامي وده اعظم من التوتر اللي دعوه بعوامل الاثارة او عوامل لغز الجريمة او المعرفش مين اللي حنت نتكلم فيه زوديك عنده جرائم بتحصل وعنده مشاهد جريئة جدا في الاطار ده بتحصل وفيه تآمر وفيه حاجات ممكن المفروض انها تشعرك بالصدمة او بالرعب بس حقيقي الشعور ده حتى الان مفتقد اللي بيساعدني على متابعة المشاهدة حاجتين اولا ان موضوع الكاميرا المحمولة ده حاجة من الاتنين يا اما توقف يا اما حجم التلاتة يا اما توقف يا اما هدي اما انا تعودت عليه وبقيت مكمل وخلاص ما بقاش عندي مشكلة معا والحاجة التانية انه هم خمستاشر حلقة دس وده يا ريت يا جماعة كل المسلسلات اللي في الدنيا تعملوها خمستاشر حلقة بس والله الحقيقة كلها هترتاح وكله يبقى زي الفل يعني وصلت للحلقة الرابعة حتى لو لقا انا والغاية دلوقتي انا مش حسست ان انا عندي مشكلة مع المسلسل يعني ولكن لو في الحلقتين اللي جايين بتريدت احس ان الموضوع يعني يبتدى يزهقني ولا بتاع هفتكر ان هم خمستاشر حلقة واقول اكمل وخلاص يعني بما ان في لغزة جريمة وصايبه في نصه وبتاعه وحتى يديني شيء احساس بالانجاز كده ان انا ان انا خلصت حاجة الاخيرة خلصت المسلسل الاخر انا مش فاكر اخر مرة خلصت المسلسل العربي الاخر وكان امتى كان من زمان جدا يعني انا بقى لي فترة طويلة جدا ما خلصتش اي حاجة في الدنيا الاخرها يعني فاحب ان انا غير الموضوع ده مع نفسي ومع ذلك المسلسل ما فيهوش منغصات هو فيه شوية حاجات بيحاول ان هو يوصلها للمشاهد ولكن للأسف نسبة النجاح بتاعتها مش مرتفعة قوي وهو بالتحديد عنصر الاثارة وعندي التحفظ بتاع الادوار بعض الادوار المسندة بما ان اكتشفت وانا بتكلم دلوقتي ان لا فيه ادوار المسندة برضو جيدة ادوار البطولة بتاعتنا الشباب كلهم ابتدت اتواصل مع كينونة شخصيتهم يعني هم قبل كده كانوا اربعة ولا خمسة صحاب مع بعض كده وخلاص دلوقتي لا دلوقتي بقى باين ان فيه علاقات فيه صنائيات ومسلسات ما بينهم وبين بعض وكل شخصية ابتدت ترسخ ان ليها طبيعة فريدة ويمكن الافضل بالنسبة لي انا شخصيا محمد مهران في دور آآ سامي لأ شخصيته فيها بعض البعض التوتر في علاقة مركبة مع ابوه في مسلس غرامي هو موجود جواه آآ في حاجات كتير لطبيعة خاصة موضوع ان هو نجمس سوشال ميديا وانفلونسر وبتاع ما عرفش مين عجبني جدا اداء ورغم من الامانة من الاصل وانا شفت محمد مهران في اعمال قبل كده ما كنتش بحبه قوي لكن في زوديك لأ انا انا متشجع وبتاعه واتمنى حتى المشاكل اللي كانت عندي دي تتوقف في الحلقات القادمة نوصل بقى المسلسل اللي اقتر كل الجدل وكل الحوارات اللي في الدنيا والحقيقة هو اكتر مسلسل لانا شفت منه حلقات لان في الحلقة الاولينية انا كنت شفت منه حلقة واحدة بس في رمضان واشياء الحلقة الاولينية كنت شفت منه حلقة واحدة بس المرة دي انا شفت التانية والتالتة والربعة والخمسة والسادسة شفت خمس حلقات دفعة واحدة وببقى عاوز كل يوم اتفرج على حلقات والحاجات ديات كلها ولو ما كانش مطارح حوالي درامة السوشال ميديا بتاعت مين اخرج ايه والحاجات العجيبة اللي الواحد عمالي قراها في الكام يوم اللي فات ومعرفش مين طلع يقولك بيرا سخنة ومش بيرا سخنة وابتدى مين يلقح كلام من الناحية تانية والموضوع بقى فرش ملايات وحاجة والله رغم جودة مستوى المسلسل حتى الان ولكنها قد تدفعني اني اتقفل منه اللي هو نظام حساس وانا بتفرج عليه ان انا بتفرج على حاجة الناس اللي فيها كده او بعض الناس القائمين عليها مش سلكين معايا نفسيا يعني بس المهم لو تناسينا هذا الموضوع وما حاولناش حتى نفتكر مين اللي اخرج الموضوع ده واتقوله على بعضه بنرجع نقول انه المسلسل جيد جدا برضو كمان مرة على المستوى الدرامي على مستوى الدائرة او النواة الرئيسية بتاعة علاقة الاختين وعلاقة الاختين بامهم وعلاقة اولاد الاخت فريدة اللي هي بنكتشف دلوقتي ان هي بقى الضحية لانها ماتت بالفعل انا عرفش اذا كان قتل ولا انتحار ولا ايه بالزبط بخالتهم وبجدتهم وبابوهم اللي عاوز يكسب ودهم اللي بيقوم بدوره احمد السعداني بالكلام ده كله الطبقة اللي بعد كده برضو لو رسمنا موضوع الدواير هي الدايرة بتاعة اللغز انا اتشفت مؤخرا ان فيه لغز في المسلسل هو فريدة بقى اللي جرالها بالزبط نرجع تاني للمقدمة اللي احنا كنا واقفين عندها بتاعة ان بطلتنا اللي هي دينا الشربيني محامية في الاساس فبناء عليه فيه جريمة هي عايزة تفك لغزها وفيه طبقة من الطبقات احب اقول عليها برضو الخارقة للطبيعة او السوبر ناتشر لان فيه احداث غريبة بتحصل في بيتهم فيه ابواب بتفتح ابواب بتتقفل فيه كلام زي ده فيه العنصر الغامض بتاع احمد مالك وبرضو انا منتظر احمد مالك ومحمد داود ينزلوا معنا الملعب واحمد داود سوري ينزلوا معنا الملعب احمد داود قاعد في لندن اول الخمس حلقات لسه مشرفنا في القاهرة على الحلقة اللي فاتت وبرضو مالوش تأثير واضح يعني احمد مالك بنشوفه من بعيد بيطلع يجري ما منزلش الملعب حتى الان حتى الان احنا عندنا في رمضان دا احمد داود محمد فراج احمد مالك امينة خليل عاملين اللي فيها منول جزيه فياريت يلبسوا الشرط وينزلوا يلعبوا الملعب بقى مش هينفع كده يا فالليير دا بما انه ابتدى يطغى شويتين في الحلقتين اللي فاتوا واعتقد ان هو بدأ يظهر بوضوح بشكل متأخر شوية في رأيي كان المفروض نبقى حاسينه اكتر من كده وده لاننا تسحلنا قبلها لفترة طويلة جدا في الميلو دراما المسلسل عمل تلات مشاهد اثاروا ردود افعال كبيرة جدا الناس كتير اتكلمت عنهم والاسباب جيدة جدا والاغلب الكلام ان لم يكن كله كان شكر بدرجة كبيرة جدا وهو شكر في محله بكل تأكيد مش هقدر انكر لبعض اللحظات العصيبة جدا والمؤثرة جدا في الموضوع بتاع كشف خلفية علاقة فريدة باختها وبعد كده اكتشاف ان فريدة ماتت باللي حصل معها والكلام ده كله تلات مشاهد بالتحديد مشاهد الاول كان فلاش باك بتاع دينا الشربيني لما اختها بتواجهها بان هي نامت مع خطبها وانها حامل منه وبعد كده هي بتنهار على اختها وبعدين بتروح تواجه خطبها وبعدين بترجع تاني تكمل الانهيار بمشاركة والدتها والكلام ده كله ده يا مع مشهد ما يسمى في اللغة الانجليزية لما بيحبوا يبلغوا اوي في تكريم اداء تمثيلي بيسموه حاجة كده اللي هو نظام انتصار فني يعني وهو فعلا كدلك في اداء تمثيلي من اعلى مستوى من دينا الشربيني واداء تمثيلي موساند من مستوى جيد جدا سواء من ريهام عبدالغفور او من احمد السعداني او من سوسن بدره ولكن المشهد كان متفصل عشان دينا الشربيني تستعرض عضلاتها وده شيء كويس انا ما عنديش مشكلة في المسلسل في الممثل لما يستعرض عضلاته طالما عنده عضلات وانا اعتقد ان دينا الشربيني من نوعية الممثلين اللي لو عاشت لحظة معينة فانت ممكن كمخرج او كشخصيات مساندة تسيبها تنطلق مع نفسها واعتقد ادعي يعني ان انا بعرف اميز ده في الاداء التمثيلي اللي هو الاداء اللي ماشي على خطة او الاداء اللي فيه نقطة معينة بقى ماشي على خلاص هو عاش اللحظة هو توحد مع الشخصية الانهيار اللي فيه دوت انهيار حقيقي ومكمل شيء جميل مشهد رائع واوحي كل القائمين عليه وايان كان المخرج اللي مسؤول عن هذا المشهد فبرافو عليك الف مبروك سواء كان المخرج الاول او التاني او حد تلت خالص انا معرفش انا المشهد التاني كان لما فريدة اكتشفوا جثتها وكانوا عاوزين اختها تروح حشان تتعرف عليها المشهد كان فيه برضو اداء تمثيلي ممكن يتقال عليه تور دو فورس كمان مرة من دينا الشربيني بانها في الاول جالها صدمة من ان هي مش عايزة تشوف الجثة ولما شافت الجثة ارجعوا شوفوا المشهد يا جماعة هتحسوا فعلا ان البنت وصلت لدرجة الاوتو بايلوت على طول خلاص هي وصلت لدرجة التوحد مع الشخصية والانهيار بتاعها بقى انهيار حقيقي وبتدت تشتغل برا الخطة ابتدت تشتغل مع نفسها كل المطلوب منك برضو كمخرج او شطسيات مساندة انك يعني اشتغل معاها بس مش اكتر المشهد ده شابه فقط انه هو كان معد اكتر من اللازم للحظة تقلق نجمة المسلسل ليه لان انا مش شايف ان لحظة التعرف دي كانت المفروض تبقى بالضخامة دي حتى اا صادقهم اللي هو الزابط المفروض بيشرح بيبرر وهو رايح اصل المية مغيرة معالمها فانا معرفتش اتأكد ازا كتا هي ولا لا ما عرفتش اتأكد مين يا معلم يعني ما بينها جدا يعني انا لو كنت موجود كنت احقا قولك رهام عبدالغفور حضرتك ما شفتش فيلم جعلتني مجرما مثلا يعني يعني الحتة ايه اللي هو نظام هما وهما رايحين في السكة عملين يبرروا ما بينهما وبين بعض خلي بالك احنا منطرين نجيبها عشان هي اللي تشوف لاني المية خضرت وشها فما عرفتش اشوفه انت كنتم يعني بتفرشوا الفرش عشان النجمة تطلع تقدي يعني فا اوكي تمام مشت حلوة ومؤثر وعظيم وتور دو فورس ومبروك لواحد من المخرجين اللي كنينه وكل اللي احنا عوزينه في الدنيا على المشهد الثالث انا كنت فرهدت الصراحة خدس يعني اللي هو نظام مكفاية مكفاية واحنا بقينا متوقعين واحنا بنتفرج يعني حتى مراتي كانت موطية تليفزيون بقول لها ان مش هتعلي صوت تقول لك لا حيصرخوا دلوقتي ويصحوا العيال لما جات للحزة اللي بقينا مضطرين ان احنا نواجه الوالدة بان بنتها ماتت وهي حتنهار ودينا الشربيني حتقع في الاوتوبايل التاني وهنكمل مع نفسينا يا جماعة ما خلاص يعني انا كنت خلصت درجة الانفعال والتواصل معايا في المشهد الاول والتاني على المشهد الثالث هما كانوا بيقطعوا في هدومهم وانا كنت فتح الفيفا بصراحة كنت بشتري العيبة برونز عايز اكمل اوترخت في الدوري الهولندي علشان اخلص الليج اس بي سي يعني خلاص الهون زم فاين هما هيعملوا اعظم وطور دفورس ومبروك للي هم مخرجين وكل هالحاجات اللي انت عاوزها في الدنيا جماعة كل دوت واحنا رسا في الحلقة السادسة وما هتعملوا ايه بعد كده يعني في اللقاءات الممثلين الامريكان لما كانوا بيدوا نصايح للممثلين الشباب وكلام زي ده في كلمة متكررة جدا كانوا بيقولوا بيقولوا لاس ازمور القليل هو الكثير يعني مش كل حاجة في الدنيا نوصل بيها في درجة الانفعال والمعرفش مين ده ما عنديش تعليق عيب على اللي حصل ده بس احنا كل حاجة في الدنيا عملين نعملها علشان نخلي الممثلين يستعرضوا عضلاتهم حتى لو ده جي على حساب ان احنا عدنا وقت طويل جدا ما ابتدناش حتى نتكلم في لغز مقتل الضحية بتاعتنا خلاص يا عم جمدين جدا سيدة الشاشة الاولى وسيدة الشاشة التانية وسيد الشاشة العظيمة وسيد عبدالحفيز كلهم زي الفل ممكن نتفرغ للمسلسل بقى ممكن نشتغل شوية في الاحداث بقى في عايز اشوف المخرج ما انت كمخرج تشتغل ايا كان وحد من الكنين من حضراتكم يعني ما تعمل لنا مشهد كده مشهد يزلزل كينونتنا واحنا بنتفرج من غير ما يبقى فيه حد وشه كله عمال يجيب سوائل يعني انا مش عايزك باباين ان انا بعيب على الاداء الاداء ممتاز رائع جدا بس كتير اللحظات ديت كمان مرة مش حينفع نقضي كده كتير بعد شوية حتى انا كمشاهد حفقد التواصل انا فقط التواصل على المشهد التالت بالفعل لو انظروا خلاص مع نفسوكم بقى لا انا مش هطلع التالع دي انا حابقى عايزة معكم الحلقة السابعة ممكن نبص على مشهد زي سيفنج برايفيت رايان لما كان مشهد هول صدمة الام من ان ولادها التلاتة قتلوا في الحرب شوف المشهد ده بقى لو كان جايز السينما المصرية وادنالي النجم الكبير او النجمة الكبيرة كانوا عاملوا في ايه في سيفنج برايفيت رايان كل اللي حصل ان فيها عربية راحت للام الام توطرت والام باللي كانوا في العربية دول كلهم ممثلين مفيش اي داعي نحن نفتكرهم لا نجم الشاشة الاولى ولا نجمة الجماهير يعني تلاتة ممكن نقول عليهم كومبارزات يعني وبمجرد لما في قص نزل من العربية الام قعدت بس لا في عياط ولا في سوايل ولا في معرفش ميل مشهد كله على بعضه ما خدش تلاتين اربعين ثانية وما فيش تقطيعه وما فيش اهره وما فيش كلام من ده ومع ذلك مشهد لا يمكن تصنيفه باي حاجة غير انه مشهد قاسي مشهد قاسي انا الغاية دلوقتي لو ما بتفرج عن مشهد دهوت في سيفن برايفيت رايان بهتز يعني لس از مور يا جماعة لس از مور ماشي مرة مرتين تلاتة في المسلسل كله تمام مرة مرتين تلاتة في اول ستة حلقات بس لا كتير كتير يعني ده تحفظي على موضوع المسلسل بتاع زي الشمس واتمنى ان الموضوع ده ما يدايقش حد مني واتمنى انه ما يتفسرش على اني بعيب على الاداء الاداء ممتاز وجايد وكل حاجة اكتر من اللازم والتكديس ده جي على حساب تدفق الدراما ان الحدف نفسه يحصل انا على الحلقة السادسة ما بقيتش متأكده واحنا بنتكلم بس على الصراع النفسي بتاع شخصياتنا ولا فعلا فيه لغز المفروب نتتبعه ونحله فيه اتنين ممثلين لسه ما نزلوش الملعب واتنين ممثلين لسه ما نزلوش الملعب بحرام ده ما يصحش المهم ده رأيي في المسلسلات كلها لغاية دلوقتي احنا كده الفيديو وصل كان بقى عشان انا انطلقت مع نفسي نصصها حلوين نصصها في رمضان احنا لقين حاجة بنعملها انا ممكن انهار دلوقتي وعمل لكم مشهد برضو مليان سوائل لو تحبوا يعني نملة بقيت خمس ستة حلقات لقدام مثلا المهم لو فيه اي مسلسل جماعة متاح على منصة رقمية مفتوحة شرعيا يريد تقولولي عليها وتقولولي المسلسل انا احب ان انا اتفرج عليها واحب اوسع قعدة المسلسلات لان لو وصلنا للحلقة العشرة حيبقى صعب جدا ان انا اقحم مسلسلات جديدة جهو التغطية بتاعتنا لكن حتى الان وكمان يومين تلاتة ممكن الحقبين شوية حلقات واكمل عادي اتمنى ان المرة الجاية ان شاء الله يكون معنا الكاتب في التغطية بتاعتنا واتمنى ان ما فيش اي مسلسل ينسحب علشان نعرف نعبي تلاتين جيئة فاربعين جيئة في الحاجات الحلوة لانتو بتحبوها بما ان حضراتكم شجعتوني برأيكم الايجابي عن الحلقة الاولى من رمضان واشياء واتمنى ان رأي دوات يستمر معانا من خلال الحلقة التانية ياريت تساهموا برأيكم في المسلسلات كلها وبترشحتكم علشان ابتدي اتفرج واوسع القعدة زي ما اتفقنا اقولولي ايه المسلسلاتكم المفضلة مين الاداء التمثيلي المميز مين الاداء الاخراجي المميز حتى الان لاني حتى الان شايف محاولات من كل المسلسلات لبروزة اداء النجوم على حساب تقديم تجربة مشاهدة فيها ابداع بصري باستثناء قبيل اللي لسه برضو متفوق في الحتة ديت وحتى ما عنديش عيوب بصرية في الحلقات اللي فاتت واتمنى ان هو يستمر على هذا الاطار الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيع عشان تجدكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر واي باي